يا صباح الفل يا صباح السعادة على عيونكم اللهم صلوا وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله أهلا بكم حبيبي في قناتي قناة موب بغضاة يا ريت ما تنسونيش باللايك واشتيروا الاشتراكوا وتفعالوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من وصفاتي وأمان عليكم ما تنسوش تحطوا اللايك وتفعالوا الجرس عشان القناة يجبر بيكوا حبيبي وأنا بشكر كل حبيبي اللي وقفين معايا وادعا مني أنتوا تاج على راسي وحبيبي جوة مصر وبرى مصر ربنا يخلوكوا لي ويدمكوا يا رب في حياتي تعالي نشوف هنعمل أكلة ايه النهاردة يا زازة احنا هنعمل النهاردة خضار وفراخ وشربة خضار وهنعمل رز طبعا عندنا الفرخة بتاعاتنا لكنت بصراحة كانت فرخة كبيرة السمتاعة برضوك علشان خاطر برضوك عندي الأولاد ما بيكملوش بقية المنات بتاعه قدي عندي الطماطب معصورة قدي عندي بصلتين مفروميني التوابل عندي عندي ملح وفلفل أصمر وقرفة وسبع بوارات وتوابل فراخ وعندي بطاطس وكوسة وجذر هنعمل خضار مشكل ماشي يا حبيبي ماشي يا زازة ما تسرحش وحطوا لايك طيب بعدين ايه انا جبت الجذر الشرطة وبنسق الشرطة وطبعا كوسة غسلتها كل الحاجة قدامكم يا حبيبي هنجهز بقى أكلتنا طيب هنعمل ايه الاول حاجة هجيب البصلتان بتوعي المفرومين وانزل بالتوابل فوقهم وانزل بقى ايه يعني ايه ادخل كل حاجة ببعضها يعني ايه خلي كل حاجة تتجانس مع بعض البصل مع التوابل عشان ايه يطلع التوابل بتاعته ورحة التوابل الجميلة ديه عشان نعرف نتبل الفراغ بتاعاتنا زي ما انتو شايفين يا حبيبي دي كت قناصة والآخدت ناسية وحطاها في الورك ايه دي طبعا هاشوفين مسكرة المناب مناب او ربع ربع من الفرخة وانا قاعدة ايه بتبل فيه و وحط كل البصل والتوابل في كده ايه بتدقى طعم حلو بصراحة ايه زي ما انتو شايفين زي ما انتو شايفين يا حبيبي قلبي صلوا بنا على رسول اللهم صلوا وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله انا ماشي معكو خطوة خطوة عشان حبيبي اللي لسه مبتدئين البنوتات اللي لسه صغنانين دولة تيشوفوا معنا خطوات اللي احنا بنعمل اكلتنا ازاي بالراحة وعلى مهلك كده وسمي بالله وصلى على الرسول وانت هتعملي احلى اكل من ايدك واحلى ايه ايه حاجة تطلع من ايدك ربنا يحسن ما بين ايدنا جميعا دي طبعا انا خدت نص البصلاية حطتها في الطماطم اللي انا عصراها جدا خرط البطوص ترنشاط والجزر ترنشاط والكوسة ترنشاط انا جايبت الكوسة صغنانة بصراحة بس جميلة كانت مسكرة وجميلة زي ما انتو شايفين يا حبيبي كده ورياكل الاكلة كلها ايه واحدة واحدة دي طبعا بعد ما خلصت تخريط كل حاجة هرص بقى الفراخ بتاعتي في الصينية على الخضار كده زي ما انتو شايفين ايه دي طبعا الطماطم بتاعنا انا حطت فيها البصلاية وجدت حطت برضو ايه معلقة ملحة صغيرة وشوية قرفة عشان طبعا تبقى تطعم الخضار كله على بعض ومعلقتين زيت طبعا ها هاملهم بالمعلقة ايه عشان يخشوا كل المكونات في بعضها هنزل بقى بكل الطماطم ديت على الصينية الخضار بالفراخ بتاعتي وهغطي الفراخ بتاعتي كلها بالمعلقة كده ايه بالطماطم عشان تبقى كلها متشبعة بتاعا نشوف هنعمل شربة الخضار انا عندي لصنع صفور وعندي جذر وكوسة ومكعب ملقة ونخرطهم برضو احط في الحلة بتاعتي معلقتين زيت ما تكترش الزيت واشوح لو انزل بالخضار بتاعي وحط نص معلقة فلف الأصمر وحط مكعب الملقة ماشي؟ ماشي يا زادة اه اه افضل اشوح فعا كويس كده لحد ما ايه في الوقت دو تكون بعمل لسان العصفور يتحمل بس افضل اشوح شوية في الخضار حبيبي زي ما انتوا شايفين علشان يتشمع كده وياخد من راحة التوابل ومن راحة طعم المرأة بتاعتي انا بصراحة شربة الخضار مش بحب اعملها بشربة بحب اعملها بالطرقة اللي انا بعملها بهذه تبقى خفيفة ومش دسمة دي طبعا اللسان العصفور اهو انا كده حمره حمرته كنت حطت مقدار المية برضو كتقربت تغلي هنزل بالصان العصفور فوقها اعملها بالطرقة بتاعتي بصراحة جميلة 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 زي ما انتوا شايفين اهو هسيبها ويغط عليها ايه لما تستوي دي طبعا كانت شربة الخضار بتاعتي استوات شفت طعمتها شفت لونها شفت جمالها بصراحة طعمها جميل جميل انا على طول طول الشتاء بحب اعمل شربة الخضار دي دي طبعا صانية الفراغ بتاعتي كانت استوات دخلتها الفرن بقى خلت اللون بتاعها من فوق والوقت دي وقت انا طباحت الرز بتاعي همن بقى ايه هنجي نغرف اكلنا حبيبي زي ما انتوا شايفين شربة الخضار ودي الفراغ بتاعتنا ودي الرز ودي الخضار بتاعنا انا شفت الخضار وجماله طلع محبك كده وتحس كده الطعم وحاجة تانية والله تسلم ايديك يا زازة تسلم ايديك والله الاكلة سهلة وجميلة وما خدتش مننا وقت ولا اي حاجة ودي لمون برضك انا بحب عصر اللمون على شربة الخضار طول الشتاء كده ناصر لمون هيا دي كانت وصفتنا حبيبي اتمنى تنول اعجابكم يا ليد ما ما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك وتفعلوا زر الجرس والسلام عليكم